تحدثونا باسم الوطن وأنتم أكبر ناهب للوطن، أكبر مدمر للبلاد، أكبر مزعج للناس، ناس كالي لا يتفقد عقولها ويسمعكم وتشوفكم، بعض الناس قالوا لي أنهم يبزقوا على التلفزيونات كي يشوفوكم إلى الحد الذي لا يتوقفون فيه، تحكمهم هستيريا منكم، تحدث على الوطن الوطن تعجمات كلوب دي بان، تعلم حميات، أصحاب الفلاد، بالبيسينات، بكل شيء مدفوع، بالسيارات، بالسواق، بالحراسات، هذو كوما الوطن، أما الشعب رأى كالرأي، وكثير منهم مش حتى كالرأي، الشعب رأى في وضع، يعني الكثيرين الآن يقول لك اللي عنده عقل يرفض أولاده ويهرب، ولا ما عنده عقل يهرب يرحوا، يغادر، تحدث على الوطن، وتستخدموا وراه الأوضاع الخارجية، الأوضاع الخارجية ينقابلوها بشنقريحة، ذباح وقتال ومختصب وناهب وما زال يفعل، قابلوها بجبار مهنة، باعترافكم أنتم سجنتوه وجبتوله قوائم طويلة تع نهب، ومتع فساد، قابلوها بقادر حداد المدعو الإرهابي ناصر الجن، المجرم ناصر الجن، اللي كان فار في إسبانيا لأنه خاف من القيد صار حني سجنه لأنه كان من كبار المجرمين، قابلوها بهؤلاء، الكوارث اللي جاية في الخارج والله في الدخن قابلوها بهؤلاء، هؤلاء مفسدين في الأرض، والقاعدة الربانية إن الله لا يصلحوا عمل المفسدين، هؤلاء رهم يغرقوا في البلاد فقط، رهم يدمروا في المورال تع الناس، وما بقي للناس من عقل، ويستمر الخراب، لكن المصيبة اللي مش قادر أن أفهمها ونتفهمها، أنها اللي حدث قبل خمس سنوات مش بعيد، وكنت مع بودفليقة حينة وميتة كما قال واحد، واحد قال لهم أن تخبو بودفليقة حينة وميتة منهم، ألي هذا الحد الاستهزاء بهذا الشعب، والاستفزاز لهذا الشعب، ألي هذا الحد ميتو، والله إني أراكم أعمى من صهينة الأبيب، صهينة الأبيب كل شيء رهي يتزلزل تحت رجلهم، صح ما زالوا يقول لك الأغيار، الآخرين هذو الأميين، أنتم أيضا ركن تنظروا للشعب الجزائي، هذا الشعب غاشي راشي هذا، ما تعلمته ولا شيء، مما مرة قبل خمس سنوات فقط، باش ما ما نرجعش للوراقة، ويتكاثر الأرانب على فتاة العصابات، وأنتم عارفين أن القرار قد اتخذ، وأن تببون سيذهب إلى عهدة ثانية، وأن القرار هو في إيد العسكر، وأن الذي سيسقط تببون يوما ما، إذا ليس الشعب هو، نهار قايد صالح كان يقدس بودفليق، نهار اللي شاف الشعب انتفض عليه، ظل يدافع عليه الآخر نفس، ثم أطاح به، وسجن خوه وسجن قاعد اللي كانوا معاه، في نهاية المطاف، لما يعرفوا باللي قربة رؤوسهم، واللي رؤوسهم في اللعب، سيطيحون بكم وسيسجنونكم، كما سجن الذين قبلك، واللي كنت انت معاهم، سجنوا ويحيا وسلال وبدوي، وكل القائمة كبيرة من الشنيرالات ومن الوزراء، لكن هذا الاستفزاز للشعب، أعدكم بأنكم ستدفعون ثمنه، الشعب سيدفعكم ثمنه، أحد الله من المرى اللي فاتت، جزء منكم، نصف العصابه سجنته، ونصف العصابه أوليت مع تبون، المرى الجاية ميكونش فيها نصفين، يكون فيه ، يا إما هذا الشعب ينتصر ويسترجع وطنه، يا إما أ boxing بديهم البلاد للهوية، والناس سترى هذه الحاوية، وسقصوا الناس على المال اللي proneكم detained عندهم، وسقصوا الناس اللي مشلقين خدمة، وسقصوا الناس اللي ولادهم غرقين في المخضيرات، وسقصوا الناس اللي مش قادر يزوجوا ابناتهم او ولادهم وسقصوا الناس اللي ولادهم رغم يسرقوا لهم ذهبهم باش يرحوا يحرقوا او باش يشيروا المخدرات وسقصوا الكوارث اللي عاش فيها الشعب الجزائري في بلد كان المفروض يكفيه 400 مليون وليس يغرق فيها 40 مليون اياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته